شروطهم في ميزان الشريعة الإسلامية كيف نوالي وكيف نبرأ هل هناك ضوابط محددة أم لا أم الأمر مجتوق للاجتهاد الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم ما منهج السلف الصالح في الولاء والبراء ومن نوالي وممن نبرأ هل نحن في حاجة ماسة لتطبيق عقيدة الولاء والبراء الآن وهل تبخرت هذه العقيدة من بين ظهرناي المسلمين أم هي موجودة وهل نحن في حاجة إلى تفعيلها وكيف نربط بين الولاء والبراء وبين التعايش داخل الأوطان بين العالمين الجليلين العالمين التبتين أصحاب المعالي والفضيلة فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وفضلت الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابوسي مرحبا بكم وفي حلقة جديدة من هذا البرنام بارك الله بكم ونفعة بكم وعلى قدركم ونكم مثل وديادة بإذن الله تعالى بارك الله فيك شيخنا أكرمك الله فيما تحبان أن يدور حوارنا في هذه الحلقة من دينا قياما يقترح شيخنا ونحن له تبع والله أنا أقترح موضوعا هو علة وجودنا في الدنيا وهو العمل الصالح تمام لقوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالح تمام الصالح إلا توجودك في الدنيا سليم هل هل العمل الصالح شيخنا الدكتور أمر لابد أن يتعلق بالولاء والبراء هو جذع العمل الصالح الولاء والبراء حتى يكونوا صالحا وإلا ما أثمر عمل ولاء للمؤمنين بعد الله ورسوله آه وبراء ممن يحارب دين الله عز وجل إلا إذا ثبت في جذور قلوب المؤمنين بولاء وبراء جميل دعنا نقف مع فضلت الشيخ محمد راتب الابوس على مفهوم الولاء والبراء من مرصدك الخاص ما هو الحقيقة أنه من دون تعقيد هم أن توالي المؤمنين أن تميل إليهم نعم أن تحبهم نعم أن تدعمهم أن تثني على فضلهم مفردات كثيرة بس فيه انتماء للمؤمنين نعم وأن تتبرأ من الطرف الآخر من الطرف الآخر؟ من الطرف الآخر؟ غير المؤمنين غير المؤمنين ألقوا في كلمة سليم نعم إذا تعلق الأمر أيضا بالمسلمين الذين لا يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى نتبرأ منهم لا لا لي مهمة معهم قال له ما حكم تارك الصلاة للإمام الغزالي نعم قال له أن تأخذه معك إلى المسجد نعم فغير المؤمن أنا أخذ بيده إلى الطاعة إلى الاستقامة إلى أداء الفلائق تمام شهر الدكتور عمر هل للولاء والبراء حدود مع مراعاة أن غير المسلمين يقتنون مع المسلمين في وطن واحد؟ كيف يحل هذا الإشكال؟ أولا من فضل الله عز وجل أن المؤمنة يحمد رب العباد عز وجل أنه من القسم الذي عفاه رب العباد سبحانه الناس قسمان معافى ومبتلى تمام فأحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء مش كراهوا أهل البلاء ارحموا أهل البلاء لماذا أكرهوا؟ وكيف رحمتهم؟ نعم أرحم أهل البلاء بأن أكون قدوة أمامه وبعدين أن أحن علي وأحن إلي وأخترب منه نعم وسبحان الله أتركه لشياطين البلن والإنس وإنما يجب علي أنا مسؤولية أنني من أمة أمرت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر نعم فبدلا من أن أعلن يعني أمامه أنني بريء منك وإنني لا أحبك هذا كلام صادم وإنما أنت أخي في الإنسانية نعم كلنا لآدم وآدم من طراب قد نختلف في مذاهب وشرائع وملل لكن تحتوينا هذه الأرض فتعال لتسمع مني واسمع مني لتسمع عني بهذا نشرح صدورنا له لعل الله عز وجل أن يجعل بيننا وبين الذين خفروا منهم موادنا أمين يا رب العالمين شغلنا وصد دكتور محمد راتب بن بولسي بارك الله فيك هل للبراء من غير المسلمين حدود قصوى في الشرعة الإسلامية؟ هل تسمح لي؟ نسمح سيدي أبدأ بشيء راه ضروريا جدا فضل سيدي ما حكم هذا اللقاء مع الطرف الآخر؟ هل يستمر أم ينقطع؟ هناك ضابط إذا أمكنك أيها المؤمن ضابط شرع يعني نعم إذا أمكنك أيها المؤمن أن تشد الآخر إليك تابع العلاقة معه أما إذا شعرت أنه شدك إليه هنا في مشكلة أنا أقيم علاقة ما دمت قادر على أن أنمي هذه العلاقة لصالح الطرف الآخر أما إذا ثبت لي أنه قد يغويني فالأولى أن أبتعد عنه ابتعاد ناعم هنا البراءة تكون نعم ابتعاد ناعم غير عنيف أيها غير من دون كلام بقاسي أنا أنسحب منه بالتدريج نعم ونبعا لنا أنا فضلت الشيخ إذا يعني إذا أذنت لي وواصلتني استغفر الله أنت أستاذنا عفو سيد عفو استغفر الله يعني الصاحب عندما يصاحب آخر ده كلمة صاحب سبحان الله الذي يصاحب من هو خير منه إذا تسمي الصحابة وصحابة لهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الفيل لأن الفيل كان أفضل منهم أبى أن يهدم الكعبة وهم أرادوا أن يهدم الصاحب كيف يكونوا ساحبا هل هذا تقدر فيه أصحاب الكهف والرقيم ما هو الكهف سبحان الله إن كانوا هم مسبحين لمدة المحددة فالكهف مسبح منذ ألاف السنين إلى ألاف السنين جميل الإنسان عندما يصاحب إنساناً لا يبث الصاحب لصاحبه أسراره إلا إذا طالت صحبته سليم إذا كان من منطق الولاء أن أصادق وأصاحب القرآن زمناً تلاوةً واستماعاً وتطبيقاً بث لي القرآن من أسراره فإذا بث المؤمن القرآن من إسراره صار إنساناً قرآنياً تتلقى صفحات قلبه سطوراً من مداد من نور كما كانت صحابة يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكتب الرسول القرآن في مصحف في مداية الأمر وإنما كتبه بمداد كلماته الطيبة على قلوب الصحابة فنقشت مصحفاً فلما صاحبوه سحبهم إلى الخير هنا يكون الولاء وعندئذن صار عند الإنسان مقياس طب والبراء لأن البراء هو عليه المعول في الحياة الله يرضع ليكي رب في القرآن فيه وعد نوعي فيه جنة ونار فيه رحمة وعدام ما ثاني عندئذن يتضح لي من القرآن ومن المنهج ولي من وأبرأ من من يعني هاكون في صنف من وضد من مع من وليس مع من تمام هل شغل سيد دكتور محمد راتب نابلسي الولاء والبراء مستنبطة من القرآن الكريم بآية الذكر الحكيم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أم هو مجرد اجتهاد فقهي من العلماء هناك استنبطات من نصوص عديدة إنما المؤمنون أخوة فالإنسان طبعا الإيمان درجات صحيح لو واحد أكثر إيمانا والثاني أقل إيمان فيجب أن يأخذ الأكثر بيد الأقل والأقوى بيد الأضعف تمام والمستنير بيد المعامة عليه عملية تبادل خبرات وعملية أخوة في الله نعم لا تحتاج إلى سيطرة ولا إلى تسلط طبعا شيخنا دكتور عمر هل من متطلبات البراء من غير المسلمين أو من غير المؤمنين أن نحاربهم وننصبهم العداء شوف وإن كانوا شركاء وطن وأرض لا لا الذين لهم ذمة في رقبتنا وعهد هؤلاء مؤمنون في بلاد المسلمين مهما كانت قبلتهم لو أن ذميا في بلدنا أو معاهدا في بلدنا وظلمناه الرسول خصمه يوم القيامة ولو كان واحدا ولو كان فردا لأن إذا ظلمته فقد ظلمت كل أهل ذمتك وكل من يخرفك في الدين بل بالعكس لأنا من الواجب أوسع له صدري وأشعره أنه بين أهله تمام فعندئذ يشعر برحمة المؤمنين ولذلك نحن لا نحارب إلا من يحاربنا ويأخذ أرضنا ومقدساتنا وينتهك عراضنا عندئذ واجبت الحرب عند تحرير أرضنا وتحرير مقدساتنا لأن المؤمن المؤمن ليس إنما هو سلم المؤمن سلم من المسالمة نعم نعم في قول تبارك وتعالى شيخنا الدكتورة بن أبو السي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم الآية الكريمة إنما ينهاكم نعم تكملة الآية كيف نفهم هذه الآيات في سياقيات عقيدة الولاء والمرأة نفهمها فكريا وسلوكيا كيف دخل النبي الكريم المدينة صلى الله عليه وسلم في أول خطاب له قال قبل في بالمدينة أوس وثنيون وثنيون تمام وخزرج وثنيون وأوس مؤمنون وآخرون مؤمنون في موالي وفي أعراب وفي يهود أجناس شتى أجناس شتى مجتمع فوسيفسائي تمام في أول خطاب له أنا أعد هذا الخطاب أول خطاب وطني قال أهل يثرب أمة واحدة معنهم مختلفون سلمهم واحدة وحربهم واحدة لليهود دينهم ولنا ديننا صافي شيء يجمع هؤلاء المتعاكسين في الاتجاهات جمعهم وطن مصطح عامة ففي مصالح عامة يخضع لها الجميع جميع أطياف المجتمع ولذلك مما يوسع الأوطان أمنا أن يسع بعضنا الآخر وتسعن ساحة الوطن التي تجمع العرقيات والجنسيات والأفكار والأراء والريات متى إذا دعا كل إنسان أو كان صادقا في أن يقول أنني مواطن صالح كيف تكون مواطنا صالحا ألا تشعب على من يسكن على نفس الأرض فلا هو نفس الحق أحمد بن حنبل هو ذهب إلى الدرس ومعه أتباعه مرة أعزكم الله كلب قال وسع له لقد صار شريكا لبعنا في الطريق لا طبعا لو حق في الطريق لا سمع تضيق عليه ليه أقولك شيء طب هذه الحوادث التي تحدث بين الناس كلها ما أجمل هذا الاجتهاد بصراحة يوسع الطريقة لكلب لأنه صار صديقا صار مشاركا صار صاح هذا ديننا هذا ديننا هذا ديننا الإنسان المؤمن الصادق هو إنسان سبحان الله يسع الكون كله لأنه هو جزء من هذا الكون فيجب أن لا يكون نغم نشاس بهذا الكون طب هل معنى هذا أفهم من كلام فضلاتكم أنه ينبغي أن تذوب عقيدة الولاء والبراء داخل المجتمعات التي تحمل وتطو بين دفتيها عقائد وشرائع شتى سبحان الله يعني لما قال لكم دينكم وليا دين لم يقل رب العبادة عز وجل لكم دينكم الباطل وليا دين الحق رغم أن هذا صدق سليم الرسول على هذا واعتبر أن عبادة المكافرين لأصنامهم دينا لأنه في عرفهم ايه خطوة في عرفهم دين سليم يدينون به نعم صحيح فالله عز وجل يعني مش ما أنكر عليهم يعني قاطبهم بنفس في الحوار أرقى حوار راقي هو ما يعرضه القرآن بيننا وبين غيرنا طب جميل لكم دينكم وليا دين لم يقل أنا على دين الحق وأنتم على دين الباطل أبدا طب والسؤال مشترك لكم جميعا مع بعضكم البعض كيف نفهم كل هذه السياقات والرسول عليه الصلاة والسلام طرد اليهود من المدينة أو لم يفعل اعتمروا لأنه عقبه اعتمروا اعتمروا عليه تأمروا عليه لأن هناك عهد وفي المعاهدات الدولية في المعاهدات الدولية إذا خان أحد الدول هذه المعاهدة واجبت القطيحة هل ينبغي لمسلم أن يبدأ من حيث انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقوم بطرد من يخالفه في العقيدة والشريعة ليست هذه الرسول كان يؤسس لدولة أم ليست هذه من المتطلبات الولاء والبراء لا ليست من متطلبات الفرد المسلم هذا مما يجب على ولي الأمر شوف تمام سيدي للحكومات ضروراتها وللشعوب اختياراتها جميل هذه الجملة يعني قد يضطر الحكام إلى التطامن لمعاهدات معينة نتيجة نظرة واسعة لما يحدث في العالم من توازنات في حفظ الأوطار قد لا أراها أنا من حول الشعر كالذي حدث مع رسولة السلام اليوم راجع من مكة الله يرضى عليك يعني دي موازنات معينة أما للشعوب اختياراتها أخي أنا لا أقبل هذا الكلام مش معنى أنني لا أوافق على القرار الذي أصدره الحاكم هذا أنني أشهب عليه أو أنني أشاكسه أو أنني أهز كرسية والله لا يتوطن كرسي الحاكم في مكان إلا بالرأي والرأي الآخر تمام طب كلمة أخيرة تقولها لي من يلجأ دائما إلى عقدة الولاء والبراء ويناصب غير المسلمين العداء نبدأ بشيخنا الدكتورات بنخنا شكرا لكم على هذا اللقاء ونتقوم في حلقة قديمة إن شاء الله شكرا لك الله شكرا لكم بالحب عيشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي منها موكب الزمان وحتى ضماني لقوان جديد نشكركم ونشكر بسكم جميعا ضيفي الكريمين العلمين الجليلين أصحاب المعلي والفضيل